اشتركوا في القناة أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام في بانوراما اقتصادية ويرفقني في البرنامج كالعادة الدكتور نوفل الناصري باحث في السياسات العمومية ومتخصص في الشؤون الاقتصادية دكتور نوفل مرحبا بك مرحبا بكم ونبدأ بالعنوين المغرب يطمح إلى إنتاج مليون سيارة سنويا بحلوب 2020 تعافي وطيرة نشار الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو في الدول العربية تعاون مغربي صيني في تبادل المعلومات حول البحث واختبار براءات الاختراع أهلا بكم يتوقع أن يشهد قطاع السيارات بالمغرب في لال السنوات المقبلة نموما كبيرا ويطمح المغرب إلى إنتاج مليون سيارة سنويا والارتقاء إلى المرتب عشرين ضمن الدول المصدرة للسيارات وأطرافها دكتور شنين مؤشرات هذه النمو الأسباب التي أدت إلى هذا الإنجاز؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبالفعل هناك مجموعة من المؤشرات التي تدل على أن المغرب يشهد قطاع السيارات بالمغرب كيشهد واحد النمو كبير في مطلع هذا السنة هذه وكذلك في السنة المقبلة بحيث ارتفعت مبيعات السيارات إلى ثمانية وثلاثين ألف تقريباً سيارة خلال الربع الأول مع هذا العام هذا وإلا جينا نشوفوا مقارنة بالسنة الماضية راكنات زيادة بثمنتاش في المياه وإضافة إلى مواصلة تطور المسجل خلال السنوات الماضية وللمقدار تقريباً مية وخمسين ألف وحدة سنوين هالشي اللي كان شحل هذي فهذا الصدد هذا وكيف مما أشط له الجمعية المغربية للسيارات بأن الطلب على شراء السيارات الجديدة في المغرب غيرت تواصل هذه السنة هذه وكذلك من ننتقل سنة 2020 وهذا رجع مجموعة من الأمور أولها الدينامية اللي كي عرفها القطاع وكذلك توسع الطبقات الوسطى اللي ولت الكل كي بحث على وسيطة التنقل إضافة للحملات والدعائية والتخفيضات اللي بديت كنشوفوها الآن وتسهيلات يعني في تسديد واللي كتمولها مجموعة من مصارف تجارية فضلا عن أن هذه الشركات الكبيرة اللي كنتنتج سيارات المغرب والذي كتطرح واحد الموضيلات اللي هي حديثة وكتستجب الأضواق والقدرات المالية ديال كافة المواطنين سيارات باش كتشدها بواحد ثمان مناسب للمجموعة من الطبقات المغربية واللي مجموعة للمستويات اللي كانتش حالة دي غير قادرة على اقتناء سيارة الآن عندها بحكم المبلغ المالي المخصص باش تشد سيارة عندها الإمكانية باش تديروه وكذلك وفق الإحصائيات ديال هاد الجمعية تقريبا تم تصويق ستميات واحدة من السيارات المصنعة في طنجة تقريبا ستميات ألف واحدة من السيارات المصنعة في طنجة وبدال البيضاء خيرا هاد ربعه غير في هاد الشهور تقريبا اللولانية ستميات ألف واحدة تقريبا 400 ألف عربة سنويا كيديرها المغرب هاد السنة كين ستميات ألف وكلها معظمها مجهة تصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والشق الأوسط وفي هاد السيارات تقريبا اللي موجودة ونبراسة هاد ستميات ديال 44% وكاين يعني واحد حصة ديالسيارات أخرى ديالبيجوسي تخوين اللي عندها تقريبا 14% من هاد الجزء اللي موجود في الوحاة ديالسيارات اللي تصنعها ست السنة هاد نعم دكتور كيفاش نوصلوا نقدروا نوصلوا لتصنيع مليون سيارة بحلول 2020 بالفعل السيارة كيمكن الدولة كتدير 600 ألف سيارة ورونو كتدير 400 ألف سيارة وكاين تقريبا 200 ألف سيارة كتنجها بجوعات بجوسي تخوين وحكم للفتاح اللي عند المغرب والمشاريع اللي كاينها وإحنا تطلقنا في البرامج السابقة الشركات اللي غالت تنسطل في المغرب وغالتفتح تياء أوراش كبيرة ومصانع في تصنيع ديالسيارات غالت دخلوا واحد العملاق الجديد والمغرب وهذا العملاق سوف يقوم بإنتاج بعمية ألف سيارة أخرى إضافية وبهذا بهذا بعمية ألف إلى 600 ألف المغرب غالت قدر إن شاء الله فيما تم 2020 على مين المصنع يكون تشيد ويكون بدأك يخدم غالت قريباً غالت يوصل لهذا مليون أو أكثر من مليون سيارة غالتها المغرب بإذن الله وننتقل الخبر الثاني حيث توقعت معطيات تقرير اقتصادي عن صندوق النقد العربي يوم الأربعاء الماضي تعافي وطيرة النشاط الاقتصادي في الدول العربية ونموه بمعدل 2.7% خلال العام المقبل 2018 دكتور شوياً مستجدات ديال هالتقرير والتنبؤات ديال 2017 بداية نعطيه بمزيان نعطيه المستمعين نبدأ لها التقرير هالتقر هذا واللي كيحمل عنوان آفاق الاقتصاد العربي واللي خرج السبعتاش من هد تقابلنا في أبريل 2017 هو تقرير دوري كي يصدر عن صندوق النقد العربي بهدف امداد صنع القرار ديال الدول العربية طبيعة الحال بوحدة الرؤية اللي هي استشرافية وتحليلية لأداء ديال الاقتصاد الكل ماكرو ايكونوميك ديال الدول العربية واللي فيها عدة أصعيد مثلاً كي تكلموا عن النمو الاقتصادي كي تكلموا عن توجهات الاتجاهات ديال الأسعار كي الأوضاع النقدية كي المالية العامة كي تكلموا كذلك حتى القطاع الخارجي كي تم صياغة التوقعات المتضمنة في التقير استنانة إلى مجموعة من الأمور ومجموعة من التطورات اللي كتبقى في البيئة الاقتصادية الدولية مش فقط دول العربية وهذا الأمر كيعكس المستجدات في الاقتصادات العربية وكي ترقتها المصارات لإصلاحات الكوبرة اللي كتبتها الدول وفي جميع المجالات وهذا كيتكامل مع التقارير والإصدارات ديال الصناديق أخرى صندوق النقد الدولي وماشي كيكون على الأقل واحد الالتقائية في الأهدف ها التقارير كي تكول على كي يهضر على معدلات نمو صفة عامة وتقرير في 86 صفحة واحد الكبير مخصص للمعدلات نمو واقسم الدول الجوش ديال الدول كين الدول اللي كتصدر البترول وهدي كنت كتتعيش بجموعة من الأزامات ومجموعة من مشاكل في السنوات الماضية هو بتاني بوآزة ديال الصناديق هادك يقول أنها غير صافع معدلات نمو اللي كنت كتتحي واحد فاصلة سبعة في السنوات الماضية غتطلع على الجوش فاصلة ثلاثة وهذا الأمر كي يقول لك أنه راجع نتيجات عودة الكيميات ديال الإنتاج النفطي للمصار ديال الطبيعي اللي كان قبل ما يوقع الشتلاشوت ديال البيترول بحكم أنه زاد العرض بزاف ونقص طلب وكذلك بأن ما زال الطلب يتزايد على البيترول وغتطاف على الأسعاد في المستقبل وعودوا كيف يفصل لدول أخرى اللي هي دول كتستورد للبيترول بحال المغرب بحال دول أخرى واللي كيقول أن هذه الدول هدي غادي تتوصل معدل نمو إلى 4 فاصلة واحد بفعل زيادة الطلب الخارجي نظر لتحسون نشاط الاقتصادي العالمي بحاجة حال هدي رافعا تحت المستوى ديال البيترول راه لنستبدو على الأقل خداوا واحد دال واحتياطات جمعوا الأمور بدأوا ما خافت أنهم يطيحوا في مشكلة كده لتفع ديال الأسعار ديال البيترول بدأوا كينوعوا ما أمكن مثلا المغرب ولا مجموعة الدول تقريبا دعمات مستويات الصادرات والاستثمار على حساب هاد الصناعات اللي كانت ستنفقت على البيترول هذا الأمر هذا يجعل أنه بالمجمل لا بالنسبة للدول المصدرة للنفط ولا بالنسبة للدول المستويات للنفط المعدل العام غير تطفع الجوش فاصيلة 7% نعم دكتور ولكن غالبية يعني الشعوب العربية اليوم كتكلم على الغلاء ديال الأسعار والغلاء ديال المعيشة بسبب يعني ربما تحرير سعر صرف العملات المحلية ثم المتغيرات الدولية فشنو هي التوقعات ديال التقرير في هذه الصادرات هذه من المواطنات الكبيرة اللي كانت عيشها الدول العربية واللي كانت جلها في غلاء الأسعار وفي تطهور القدرة الشرائية ديال المواطنين وبالفعل كما أشرت الأفسادة أن هذا الأمر تقريبا رجع بالأساس إلى الإشكالات الداخلية والصراعات وعدم الاستقرار الأمني والسياسي داخل هذه الدول بشكل كبير بالإضافة إلى بعض الإجراءات اللي داخلتها مجموعة من الدول مثلا كمصر واللي كانت تعلق بالصرف العملات المحلية واللي كان عندها تأثير مباشر على الأسعار وعلى التدخم كمؤشر مكروه اقتصادي هذا المؤشر هذا كذلك التقرير ما نساش بالفعل أعطاه أهمية معتبرة في التقرير دياله واللي توقع أنه في سنة 2017 و2018 أن معدل يعني التدخم غير حاول ما أمكنه وعرف واحد الاستقرار وهذا الأمر كيرجعه كما تتقرير إلى العوامل الأساسية أولها استمرار اتخاذ لإجراءات الهدفة لترشيد الدعم وهذا كانت واحد تقافة انتشرت تقريبا في سنة 2011 تلدبة يعني أن هاد منظومة ديال الدعم اللي كانت كنت تتخدم جموعة من الدول العربية الصالح طبقات الفقيرة والهشة يعني بقى واحد ترشيد فيها واللي بدأت كتتعرف بإصلاح منظومة الدعم اللي بدأت في داتها الأردن اللي بدأت المغرب كذلك اللي كتتعرف في المقصة هاد ترشيد ديال الدعم واللات الدول كتقول ما نبقوش ماشي في ذاك المصر اللي كان يعني الدعم المطلق بالفعل كين نوناس فئات ممكن ندعموه اللي هم الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة ولكن الطبقات الغالية خسنا نشوف بعض الصياغ اللي ما تخليهاش تستفد بشكل أكبر هاد أخذتو مجموعة من الدول واللي هاد الأمراض يمكن اللي يساعد في تقليص هاد الهوى ديال التضخم إضافة إلى الطبيق ضريبة على القيمة المضافة اللي غتكون نوعا ما ماشي موحدة هتكون الحساب يعني عايش يكون إعادة هاد طبيق ضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى احتمال كما كانت جاءت تقيل أن صدور ضرائب يعني جديدة مثل الضريبة الانتقائية يعني مثلا كما دالها المغرب مثلا كنا ندلو الاسترجاع ديال الدعم عن طريق أن السيارات الكبيرة الكاتقاتات وصد الكبار كيخلصوا واحد ضريبة كيخلصوا طبيبية مثلا صغرين يمكن أن يستفد منها فقير أو أحد الطبقة المتوسطة ولهذا باعتبارها ثلاثة ديال العوامل كيقول تقرير أنه من المتوقع أن يبلغ معدل تضخم في الدول العربية كل كمتوسط تقريبا 9.8 ولا 9.6 في حلول 2018 ونخصنا نفعله واحد القوس والحمد لله أن بلدنا من الدول اللي كتعرف تضخم يعني حانية يعني مرتفعة منخفضة تقريبا مع مرة مفتج في المياه وهذا من الأمور اللي هي إيجابية في المغرب واللي خصنا بالفعل نزيد ومشوف هذا المجال أن معدل تضخم يبقى الحظي عليه إلا كانت الحكومة السابقة حظت عليه وبقى في مستوى 1.6 1.8 فهذه من الإجراءات ومن المشاريع الكبرى لخص الحكومة الحالية دي الدكتور سعدين الأثماني أنها تدرها بعين اعتبار أنها تحافظ على القدرة الشرائية دي المواطنين أنها تتخذ مجموعة من السياسات العامة اللي كتحدد تدخم في نسبة تقيل عن جد في المياه من أجل المحافظة على المواطنين وعلى جهب المواطنين وعلى قدرة الشرائية المواطنين نعم وننتقل للخبر الثالث حيث وقع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية اتفاقية للتعاون مع الصين تهم تبادل المعلومات حول البحث واختبار براءات الاختراع دكتور في أي إطار تمت هذه الاتفاقية وشنو يستفد المغرب منها وشكين دول أخرى كذلك في إفريقيا تايا عقدات هذه الاتفاقية بالفعل وهذه الاتفاقية داز في إطار الدورات الثالثة ديال الجنة المخصيطة بين المغرب والصين واللي كتعرف تدرس مجموعة متطورات الحديثة اللي كتوقع في الساحة سواء على المستوى الاقتصادي ولكن آن توجهات لكل ما هو نظم ديال الملكية الصناعية في المغرب وطرقات لكذلك المحاور التعاون سنة الفين وسبعطاش لا سنتين سنة الفين وسبعطاش والفين وثمانتاش واللي كتندرج هاتفاكول 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 كتندرج إطار بوتوكول تعاون اللي كنوقعون المغرب والصين في تقريبا في أبريل الفين وخمسطاش بين المكتب المغربي للملكية الصناعية وتجارية وبين المكتب الوطني للملكية الفكرية في جمهورية الصين هاد الاتفاق الجديد يعني كي غيمكن الجانب المغربي من الالتحاق بمنصة للتعاون وتبادل المعلومات في مجال يعني اختبار براءات الاختراح أي واحد دارشي براءات الاختراح كي نعمرها وكي يديرها وكي تقول إن بلاتفورم هي معروف هاد البلاتفورم هادي واللي غاتنش أها الصين وداتها الصين واللي كانت فيها مجموعة من دول ماشي فقط البغرب صبقتنا المملكة المتحدة وسنغافورة ومملكة العربية السعودية المغرب السؤال ديك أختي هو الوحيد اللي ينضم في إفريقيا وهذا يعطيه عود الحمد لله إشعاع أكبر ومكان أكبر للمغرب كتنضاف الإنجازات اللي تحقت في خمس سنوات الماضية وهنا يمكن لهذا البلاتفورم هذي أنها تتيح التبادل المعلوماتي المعطيات المستعملية للباحثين العلميين وكذلك تقاسم موارد لموجودة لموجودة قسمها مثلا النشارات العلمية الأبحث البيانات بيبيوغرافيك والبراءات الاختراع كذلك وهذا يمكن أنه المغرب يكون عنده على الأقل واحد النظام كي يضبط المقالات العلمية وكي يساهم في وضع البراءات الاختراع على المستوى العالمي يعني حتى الكفاءات المغربية الوطنية وللأبحاث المغربية ستجدون فهام معروفة أمام يعني الباحثين العلميين الأجانب نعم شكرا لك الدكتور نوفل الناصري والشكر موصول للزميل يوسف مسامح في الإخراج هذه شيء ما أعلو لتحييكم في أمان الله اشتركوا في القناة